ينشفق تركيا تقول ملياردير روسي الثالث ينضم إلى معارضي التدخل العسكري في أوكرانيا أعلن أوليغ تينكوف الملياردير الروسي مؤسس أكبر بنوك البلاد تينكوف أن تدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا لا يمكن قبوله مؤكدا معارضته للحرب وضف تينكوف في بيان عبر حسابي على نيستجرام أنه يعمل على إنقاذ حياة المصابين بسرطان الدم وذلك من خلال الموقف الذي أسسه قبل فترة وأشار إلى إصابته هو أيضا بالسرطان مردفا شعرت شخصيا بمده شاشة الحياة وأردف الآن في أوكرانيا يفقد العديد من الأبرياء يوميا حياتهم هذا غير مقبول وشدد رجل الأعمال الروسي على الضرورة أن تتفق بل أن تنفق الدول أموالها في تحسين معيشة الناس بدلا من إنفاقها في الحروب وتابع نحن نعارض هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر